اشتركوا في القناة الامر الذي سهم في نقل صوت الفلسطينيين الى العالم صور ومقاطع فيديو تدولها المؤثرون والناشطون كانت بمثابة تواصل بين رواد المنصات الرقمية والشعب الفلسطيني رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في احداث هذا التغيير الاعلامي ايمان اسماعيل رأى ان هناك تغييرا واضحا في سياسة بعض القنوات الفضائية تجاه تغطيتها لما يجر في فلسطين حيث غرد معلقا على فيديو لاحدى القنوات تنتقد فيها تسليح اسرائيل لم اكن اظن مطلقا انني سأشاهد هذا على الاطلاق في اخبار القنوات الفضائية انها حقبة جديدة حقا في خطابنا حول اسرائيل وفلسطين لم تساعد مواقع التواصل الاجتماعي بتوسيع رقعة التضامن مع الفلسطينيين وحسب بل ساعدت الاخرين للوصول اليهم والتواصل معهم مباشرة مغني الراب بارام تحدث عن مشاركته في دعم فلسطين بعد ان تواصل بشكل مباشر مع فلسطينيين في غزة عبر تطبيق انستجرام واضاف الانترنت سي لأسباب عديدة ولكنه رائع لهذا الشيء في المقابل يرى البحث بالشأن السياسي كبير تناجع ان وسائل التواصل الاجتماعي ليست المكان المناسب لكسب المعرفة بشأن قضية معقدة كالقضية الفلسطينية مضيفا ان الكتب هي افضل سبيل للمعرفة الصحفية كاثرين كورنات اشارت الارتفاع الاصوات المناصرة لفلسطين مضيفة ان الرواية بدأت تتغير لصالح الفلسطينيين ويرى كثيرون ان انتصار الرواية الفلسطينية بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من التكتم الاعلامي العالمي دفع الى محاربة هذا الدعم عبر اتهام كل من يتضامن مع فلسطين بانه معاد للسامية الاعلامي ارون ماتي اشار الى استخدام داعمي لاحتلال الاسرائيلي تهمة معادة السامية كسلاح لاسكات ما ينتقدون اسرائيل واداتا لطبيض جرائنها الى قصتنا الثانية اليوم النجم الجزائري رياض محرز يرفع علم فلسطين اثناء الاحتفال بتتويج فريقه منشستر ست بلقب الدور الانجليز الممتاز محرز وضع علم بلاد الجزائر على كتفيه ثم حمل العلم الفلسطيني عاليا لتنتشر صوره على منصات التواصل كانتشار الناري في الهشيم ومعها ردود فعل واسعة المعلق والصحفي الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي غرد معلقا على صور محرز فعلها رياض محرز في حفل التتويج باسم كل الاحرار العداء الفلسطيني محمد القاضي عد تضامن محرز تأكيدا على وحدة شعبي فلسطين والجزائر وغرد قائلا أنا أقول أعمل عالم واحد يعبر عن الجزائريين والفلسطينيين فنحن بلد واحد الكاتبة الجزائرية أحلى مستغانمي وصفت محرز بالشهم وكتبت في حسابها الرسمي على تويتر الشهم الذي لم تغير قناعاته النجومية رياض محرز نجم منشستر ست يرفع علم فلسطين متلحفا بعلم بلده الجزائر خلال تتويج الفريق ببطولة الدوري الانجليزي الحساب الرسمي للحملة الإرلندية للتضامن مع فلسطين قالت إن التضامن مع فلسطين يجب أن يكون في كل مكان وما فعله محرز يترجم هذا التضامن الجن وصلنا إلى ختام الفقرة مشاهدينا نعود إلى الدوحة مع ماجد لاستكمال بقية النشرة أن نشر وألقاكم بعد قليل في فكرة الصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر